وانت تشاهد المباراة النهاردة كان فيه اكتر من مطب في المباراة يعني المواقف كانت صعبة مثلا يعني النهاردة حتى تحس ان هو ليه كله يعني عارس تقولي يا جماعة ياخذت هيه بالظبط يعني صابت زيزو بعد كده صابت فتوح بعد كده قالي بيسجل هدف تعادل بعد كده قالي يمسي الكرة شوية فوالد المباراة طير من الزمالك او تضيع من الزمالك احكي لي احساسك وانت بتفرج على المباراة النهاردة والمواقف الصعبة فيها والله انت عارف هو بيبقى مطش صعب جدا وضغط عصبي غير طبيعي كل اللي موجودين حقيقي في المجلس الدراف المنصورة كانوا متوترين جدا وضغط عصبي غير طبيعي عايزين نفرح الناس عايزين نفرح برضو يعني زي ما قلت كده احنا حاسين ان ربنا بيكافئنا وبيكافه بالجمهور النهاردة بالفوز اللي برضو يعتبر يعني انا شايفه منوجة نظر انا نوح يحقين ان احنا كن نفوز حتى بنتيجة اعلى من كده كمان ولكن الحمد لله يعني يقدر الله ما شاء فعل والحمد لله احنا خرجنا المطش بالتلاث مقادل طاقم تحكيم مصري قدير المباراة وعدت فاكرة انه يبقى طاقم تحكيم مصري موجود في مباراة القمة رائع فيها دكتور حسام والله النقطة دي انا بصراح احبش اتكلم فيها سأتمنى دايما المباراة الخاصة بالزمالك والاهلي بالذات يكون التعامل فيها بميزان من دهب لان ولا تدي فرصة لأي حد يقول طاقم تحكيم اجنابي لان احنا عايزين ندعم التحكيم المصري ولكن في نفس الوقت مش عايزين حد يشعر بالظلم مش عايزين حد يشعر ان في يعني حقيقة انا لا حبش اكلم في الامور دي لكن النهاردة ما كناش مبسوطين حقيقة خالص من التحكيم في الملعب ويمكن شوفنا كذا كورة مش عارفين يعني في الاخر برضو المحللين بقى والفنيين هكتنون في حسن مننا